اخبارك شباب تبتسانوا عاملين ايه? اتمنى يا رب تكونوا بخير دايما. والنهاردة ان شاء الله هنخلص unit 12. هنحل مع بعض test on unit 12. التاس ده موجود في السلسلة longman. وبكده هنكون خلصنا كل units اللي موجودة في المنها. كمراجعة وكحد. هنحل مع بعض ان شاء الله النهاردة unit 12. ونشوف ايه الاخبار. عايزك بقى تجيب النوت بوك بتاعتك. كل الابطال تجمع هنا. عشان تجمع الافكار بتاعت language notes, web grammar. وايه الكلمات كمان دي اللي موجودة اللي بتخص ال unit دي. يلا كده عايزك تصحصح معايا وتجهز علشان ندوس مع بعض. اول question موجود معايا محمد صلاح. is a talented player. ده لعيب ايه? لعيب موهوب. who has achieved marvelous success. حق نجاح مبهر. he is really a living a. he is a living legend. legend معناه اسطورة. محمد صلاح ده اسطورة حية. كامت legend معناه اسطورة. وبالمناسبة كامة legend اللي هي اسطورة ممكن تطلق على شخص. superstition معناه خرافة. خرافات. ما تنفعش. وfable ممكن تبقى كصة. بيكون فيها يعني كصة عن النباتات والحيوانات. وبيكون فيها درس اخلاقي. moral. نغزة يعني من الموضوع. lie اللي هي معناها كذبة. كتب يعني. ودي ما تنفعش هنا كمعنى. حتى التون بتاعتها negative. to achieve more success. عشان دحقة مجاح اكتر. you will need a lot of perseverance. محتاج مثبرة. محتاج عزيمة. يبا perseverance is the synonym. معنى كلمة perseverance اي. اللي هي معناها مثبرة. او عزيمة. معناها determination. عزيمة. اسرار. deterioration معناها تدهور. ودي التون بتاعتها نجرب. عاجة وحشة. cleverness معناها زكاء. carelessness معناها اهمال. عكس كلمة carefulness. نشوف اللي بعدها. space are stories. دي قصص. that were made up by people. دي قصص اختلقت وواصلة الناس. الناس اختلقت القصص دي. علشان يعني تشرح العالم ماشي ازاي. زي مثلا. how natural events occur. زي يعني الاحداث الطبعية بتحصل. ودي بيكون اسمها ايه. اسمها myth. myth دي القصص الخائلية اللي الناس ممكن تخترعها علشان تشرح العالم ماشي ازاي. كلمة legends معناها اساطير. وكلمة lies اللي هي معناها اكاذيب. ودريمز يعني احلام. with the help of the high dam. ومساعدة السد العالي. the nile no longer a space as it used to. بطل النيل بفضل يعني الهاي دام بفضل السد العالي. the nile no longer a floods. بطل يحصل فيه فيضان. كلمة floods. ممكن تيجي verb flood معناها يفيد. وممكن تيجي معنى فيضان. rain يعني يمطر واكيد النهر مش بيمطر. وموف معناها يتحرك. وair gate معناها يروي. the novel is greatly space. النوفل دي دنيتها ايه. the author portrays بيصور the main character as more extreme. بيصور الكاركتر فيه تطرف اكتر. dramatic than he is. يعني معنى كده ما بيبالغ في الشخصية. في تصويره للشخصية اللي بيبالغ فيها. مبلغة. زي كيمة exaggerated. يعني مبالغ فيه. realistic معنى واقعي. authentic معنى اصلي. historic معنى تاريخي. تعالى ندقل على اللي بعده. surfily من المحزن. the young man lost his mind and wounded his neighbor in a space of anger. من المحزن للأسف الشاب ده فقد عقله. عقله تفسح. وجرح الجار. واند معناها يجرح. فجرح جرانه. in a fit of anger. في نوبة غضب. a fit of anger معناها نوبة غضب. stop being talkative. بطل تبقى رغاي. I'm space up with your lies. يا راجل ده انا زهي. جبت اخري من الكتب بتاعك. وهنا محتاجين expression يدينا المعنى ده. لهو to be fed up with. fit up معناها مضجر. مضجر. fit up with somebody or something. يعني على اخره من شخص او شيء. our country will continue to make progress. البلد بتاعتنا تستمر في التقدم بتاعها. as long as sincere people طالما في ناس مخلصين موجودين. كمت sincere معناها مخلص. في وفاء اولاء. يبقى طالما في ناس مخلصين موجودين. كمت exist معناها يوجد. موجود. escape معناها يهرب. wrist يستريح. disappear معناها يختفي. next one to space is to extend your arms and legs. تعمل stretching. تتمطع يعني. there should be a space decline. decline معناها هبوط. international birth rate. مفروض يبقى فيه هبوط مستمر. يكون فيه هبوط في ايه او نزول في الموليد. to achieve more development. عشان نحق تقدم اكتر. and raise standards of living. ونزبط مستوى المعيش. نرفع مستويات المعيش. كمت unstable يعني غير مستقر. fluctuating معناها متذبذب. steady معناها ثابت. فالمفروض يكون فيه نزول ثابت في ال national birth rate. trifle معناها تافه. نفعش كمعنى. Peter is an intelligent student. الولد دو شاط وزكي. but he lacks. ولكن ينقصه ايه. الولد ده نقصه ايه. نقص motivation. تحفيز. دافع. obstruction معناها اعاقة. جم كمت obstruct. hesitation معناها تردد. myths can be passed the space from one generation to another. myths اللي هي الاساطير. او القصص دي. can be passed. تتناقلها ال ايه. الاجيال. كما generation معناها جيل. من جيل لجيل. but to be passed on. to be passed on معناها تتناقل. من جيل لجيل. بيسلمها جيل لجيل. peace is the backbone of stability and the growth. across the world. peace اللي هو السلام. السلام ده هو ايه. هو العمود الفقري للإستقرار والنمو حول العالم. across the world. يبقى. it's spread. انتشاره is a matter of space concern. يبقى الموضوع ده متعلق بالعالم كله. universal concern. قضية ايه. دولية. كونية. عالمية. ايه ده يعني. limited معناها محدود. local معناها محلي. minor معناها ضئيري. او صغير. the police have a strong space that the factory worker is the killer. يبقى الشرطة معاها دليل قوي. strong evidence. evidence معناها دليل. cleverness معناها زكاء. eagerness. معناها حماس أو تطلع. dizziness. معناها ايه. دوخة. مفعش. my friend is really space. he never brags about his achievements or positions. brag. brag معناها يتباهى. يبقى صاحب ده ايه. متواضع. هو عمره ما يتباهى بانجازاته وممتلكاته. شخص متواضع تبقى humble. next one. the player behaved with greatest pace towards his rival after he had won the game. he showed true nobility. اللعيب تصرف بإيه؟ تجاه الخصم بتاعه. تصرف بشجاعة. بشهامة. محتاجين حاجة positive لأن الورد ده اظهر nobility. شخص نبيل يعني. يبقى مش activity. مش نشاط. cheverly. اللي هي معناها شهامة. وممكن تسيجب معنى فروسية. hatred يعني قراهية. ودي حاجة negative. envy معناها حسد. ودي حاجة negative. وبالمرة. pompous اللي فوق دي. معناها متكبر. و arrogant نفس المعنى. متكبر. tolerate. ممكن تيجب معنى يسامح. وممكن تيجب معنى يتحمل. يلا بطل ندوز في اللي بعده. having healthy food and doing sports are the secrets of space youth. أن انت تاكل أكل كويس وصحي. وأن انت تعمل بها رياضة وكده. ده هي أسرار space youth. الشباب الآي. دي أسرار. الشباب. عايزين حاجة positive بقى. أول واحدة external. يعني خارجي. ordinary. يعني عادي. eternal. معناها خالد. أو مستمر. لا نهائي. شباب أبدي. ليفضل طول عمر شباب يعني. limited. معناها محدود. تعالوا اتقل في اللي بعده. يلا بينا. myth and legends tell us about the space of people from the past. يبقى الليجنز الأساطير والكصص دي بتحكي لنا عن ايه بتاعت الناس زمان. perspectives اللي هي وجهات النظر. أو منظور. وتمشي كمعنى. failures. الفشل بتاعت الناس زمان. humor. الفكاهة بتاعت الناس زمان. laziness. الكسل بتاعت الناس زمان. the purpose. الغرض من ايه؟ is to teach a lesson or moral. درس أخلاقي. بتتعلم منها درس. ودائما بتكون عن ال animals وال plants. اللي هي الفابلز. الكصص يعني دي اللي بنتلع منها بموريل. بدرس أخلاقي. بتعلم منها حاجة. my father was furious. furious يعني غاضب جدا. because I had lost my mobile. عشان أنا فقدت الموبايل بتاعي فوقا غاضب جدا. كمه furious نفس المعنى بتاع ايه؟ careful يعني حريس. angry يعني غاضب ايه غاضب جدا. quiet معناها هادي. astonished معناها مزهول. يلا بينا. thief was found a of stealing important objects from the museum. so he was sent to a prison. عشان كده تسجن. يبقى الحرام ده وجدوا ان هو ايه؟ ان هو مزنب. guilty معناها مزنب. ان هو سرق يعني حاجات مهمة من الميوزين من المتحف. innocent معناها بريء. charged ممكن تيجي بمعنى مشحون. ممكن تيجي بمعنى متهم به. charged with not of. يبقى حرف جارة هنا برضو مش نفعة. clear معناها واضح. my friend is always cautious. cautious معناها حريس. he doesn't want to space the risk. نحبش ياخد المخاطر. نحبش يخاطر. كلمة risk معناها مخاطر. smart take the risk. ياخد المخاطر. وبالمناسبة كلمة risk ممكن تيجي بمعنى يخاطر. ودي بنحط بعدها فعل. بنحط له ing. أو ممكن يجيب بعدها اسم. risk معناها يخاطر بي. although the young man was seriously wounded. الرغم ان الشاب ده. كلمة تقول ده معناها بالرغم منه. الرغم ان هو كان مصاب جامد أو تجرح جامد. he was spaced back to life. he was brought back to life. رجعته ايه؟ الحياة بتاعته يعني. هي حتى كلمة bring عمتا بجيب بعدها مفعول. يعني bring something to somebody. they brought him to life. تعالي نعملها مبدل مجهول. يبا هي was brought back to life. مش given. ولا come. كلمة come ما تجيش مبدل مجهول بالمنظر ده. وappear معناها يظهر. ودي ما يجيش بعدها مفعول. فما تجيش مبدل مجهول. مبدل مجهول هو بتكون من verb to be والتصريف التالت. the manager gave us space instructions. ادانا تعليمات. which we received orally. orally يعني ايه؟ شفهيا. يعني verbal. verbal معناها لفظي. بالكلام. silent يعني صامت. written يعني مكتوب. no. ما فيش اي تعليمات خالص. لا فيه. لفظية او شفهية. next one. the earthquake has caused the space results. the earthquake اللي هو الزلزال. تسبب في نتائج كارثية. نتائج وحشة. it has destroyed a lot of houses. ضمر بيوت كتير. يبدأ تسير بتاع tragic. ما أساوي. traffic يعني مزهل. وحاجة حلوة. relieving. مريح. lies يعني كتبة. يعني ما تجيش. teens. المراهكين بيحب بيلعبوا video games. because they offer a space to fantastic unreal worlds. يعني الحاجات بيلعبوها دي. بتديهم ايه؟ escape. هروب. هروب لإيه؟ لعالم غير واقعي. بيعيشوا في عالم تاني. believe معناها ايه؟ معناها يصدق. يبقى الاسم منها belief. اللي هو ممكن تيجي بمعنى إيمان. وممكن تيجي بمعنى اعتقود. objection يعني اعتراض. rejection معناها رابد. you must not space the law. أفروض أنت ما تكسرش القوانين والقواعد. يبقى you must not. you mustn't break the law. تكسرش القانون. obey معناها يطيعد عكس للإيجابة. وكيمة follow نفس المعنى بتاعت obey. يسمع يعني ويتتبع. or you will face consequences. وهلا يعني تشوف اتباعيات بتاعت أفعالك. do you think your essay has any space to the topic we discussed? I don't think so. هل تعتقد أن المقال بتاعك ده ليه أي علاقة بالموضوع اللي احنا كنا بتمكش به؟ I don't think so. أنا ما أعتقدش. يبقى هل تعتقد أن الاسي بتاعك لإيه؟ لأي relevance. relevance يعني لأي علاقة. هل هو متعلق. insistence معناه إسرار. persistence معناها عزيمة أو مثابرة. consistence يعني توافق. ممكن تيجي برضو ماشي بنفس إيه؟ بنفس السبات. consistent ممكن تيجي المعنى ثابت. this young man has a place in my heart. الراجل دا لي ما كان في قلبي. بدأ معناه إيه؟ I always remember his actions. دايما نفكر أفعاله. he has a broken heart. ألوه مخصور. I like him very much. لي ما كان في قلبي. أنا بحبه. تعالوا نشوف اللي بعده. finally, أخيرا. the criminal paid with his life. حياته كانت التمن. نتيجة لإيه؟ للجرائم بتاعته. he was sentenced. هنا كيمة sentence معناها يحكم عليه. يبه he was sentenced. اتحكم عليه بالموت. أي حياته كانت التمن. he had to pay a huge fine. fine معناه غرامة. شو بتكلم على غرامة. أنا بتكلم إنه هو دفع حياته كتمن. he had to prove he was innocent. كان مضطر يعني إنه يثبت إنه هو بريء. he was imprisoned for a short time. اتسجن لفترة قليلة. أكيد لا. Ali told me that he space his lesson at that moment. وهنا بقى نيجي لحطة report the speech. هو الكلام المباشر والغير مباشر. وإزاي نحول الكلام ده من direct إلى indirect. فali told me. ما كده هنحول. هننزل بالزمن درجة. وهنا كلمة that. اللي كان أصلها this. يعني الجملة دي كان زمنها مضارعة. لما نيجي نحول بقى من المضارعة. هنخليه ماضي. لما نيجي نحول الكلام ده من كلام مباشر لغير مباشر. بننزل بالزمن درجة. فلما نزلت بالزمن درجة. يعني ما فيش حاجة هتفضل مضارع أو مستقبل. فانطير B و C. That he was revised. هو اللي اتراجع. ولا هو اللي كان بيراجع his lesson. أصل الجملة كان إيه؟ كان I am revising my lesson at this moment. I'm revising my lesson at this moment. في هذه اللحصة. I was a space that a secondary school had been built in the neighboring village. اتقلي. أخبرت. مبدأيا ده مش سؤال. فهطير asked. I was said. مفروض تبقى somebody told me. تبقى I was told. أخبرت. مش I was said. كلمة سيء معناها يقول. فأنا اللي اتقلت. ولا اتقلي. أخبرت. ودي مش نصيحة طبعا فماش تنفع advised. تدعي عجاب الصح. I was told. اتقلي. معمولة مبدل مجهول. verb to be والتصريف الثالث. Okay. My father told me that we space to the club until we finish. تخلي بالك. حول الزمن هو. Until we finished. يبقى هنا رازم ننزب ماضي. يعني نطير don't. ونطير won't. أصل الجملة كان إيه؟ We won't go to the club until we finish. You won't go to the club. كلمة won't هتنزل تبقى إيه؟ Wouldn't. أهي. عشان كلمة until you finish. Finish. نزدت finished. أهي. طيب. Samir says. says ده مضارع. لما يكون فعل الربط مضارع مش هنغير الزمن. وانه هس finished. يبقى هو هيروح لما يخلص. زمن الجملة هنا مضارع. هنطير أي حاجة ماضي. هنطير أي حاجة ماضي. وهو هيقضي. يعني لسه مستقبل. الرابط الزمنية برضو عشان تبقى فاكر. لما أجل استخدمها في المستقبل. ما قدرش أحط بعدها على طول المستقبل. أحط المستقبل الناحية التانية. وبحط بعد الرابط الزمنية مضارع. سواء مضارع تام أو مضارع بسيط. جينرال مانجر ديكليرد. أهي ماضي. هنبدأ أن أحول. that the company space efficient and punctual workers the next month. أنا مش فارق معايا الترجمة. قدم أنا فارق معايا إيه؟ التحويلة اللي جاية دي. بل ده جينرال مانجر اللي هو المدير يعني صرح إن الشركة هترأي الناس اللي عندهم كفاءة. الناس اللي هما المنضبطين. وهنا كاتب لي the next month. the next month كده تحولت. كان أصلها إيه؟ كان أصلها next month. تحولت أصبحت the next month. the following month. the month after. next month كان أصلها يعني أصل جملة كانت مستقبل. وتحولت يبقى هتتحول لماضي. يبقى أي حاجة تحولت هتبقى ماضي مبدئين ما تنفعش إيه؟ هنطير choice B و C. وهنا هات promoted والله واز going to promote. أصل الجملة كان إيه؟ the general manager of the company is going to promote. عشان أصلها next month. مستقبل. إز الماضي منها إيه؟ واز. هات promoted كان أصل الجملة ماضي أو مضارعتين. وهنا مش هتنفع. Tom said that he said مبدئين لك كده ماضي. Tom said that he space about that accident. هيك أن أصلها this. before he returned. زي من الجملة ماضي. ماضي بنطير أي حاجة مستقبل وأي حاجة مضارع. hadn't told يعني هو ما أخبرش. هل في بعدها مفعول؟ في الجملة ما فيش. بنعملها مبدل مجهول. hadn't been told. verb to be with تصريف التابت. She informed me. informed برضو هي. لماضي. الحول الزمن. While he was driving. زمن الجملة ماضي. بأي حاجة مضارع هنطياره. مستقبل هنطياره. مضارع تام هنطياره. بالجابة الصحبي. ماضي. Next one. I told her that she space a bad mistake and that she should be cautious later on. I told her. يبقى ننزل بالزمن درجة. يبقى أي حاجة مضارع هنطياره. مضارع تام هنطياره. would make كان أصلها will make. فهي هتعمل bad mistake غلطة وحشة ولا عملت عملت. يعني كان أصل الجملة you have made a bad mistake. كانت مضارع تام. أو you made a bad mistake. انت ارتكبت. فالمضارع تام أو الماضي أحوله لماضي تام. جاب the space. he was ready for the interview. told محتاج بعدها شخص. told مين مفيش. informed يبلغ. بلغ مين محتاج بعدها مفعول. مفيش. ده فاعل. ده جملة. wondered معناه يتسائل. ده محتاجة سؤال. ده مش سؤال. يبقى said. قال. he said that. هنا كان فيه that بس هو شطبه. that دي optional. ممكن تتشطب. عادي خالص. تعالى نشوف اللي بعدها. ده social studies teacher. مدرس. social studies. اللي هي الدراسات الاجتماعية. مدرس الدراسات الاجتماعية. told us. قال لنا. in Russia. Russia. space. the world's largest country. by land mass. أكبر دولة هي روسيا في العالم. فأكبر دولة في العالم هي روسيا. دي fact. دي من الحقائق. فمش هنغير الزمن. هنخليه مضارع. ليه عشان ده fact. من الحقائق. dark complained. زمن الجملة ماضي. يبدأ أغير في الزمن. that the service at that hotel. حتى كلمة that كان أصلها this. يبقى مضارع نخليه ماضي. يعني أي حاجة مضارع هنطيره. فتبقى was bad. مش مستقبل. يعني دي كان أصلها will be. وبيشتك من حاجة حصلت. مش لسه في المستقبل. دي كانت is. زننا بالزمن خدناه was. يعني كان أصل الجملة. the service at this hotel is bad. إبقى he complained that the service at that hotel was bad. is the was. the interviewer said that they would inform me of the results of the interview. they would. اللي هي كان أصلها will. يعني كان أصلها مستقبل. يبقى هننزل بدل ما هي will عملناها would. يبقى احنا نطير last week عشان ده ماضي. last week الاسبوع اللي فاتح. with the week before. my last week تتحول تبقى as the week before. وقتها لازم الجملة تبقى ماضي تاني. لكن دي حاجة كان أصلها مستقبل. إيه اللي كان أصله مستقبل كانت next week. كانت مستقبل. تتحول تبقى إيه. the following week. the next week. the week after. could you tell me why space to London last month. طبعا في ناس ممكن تنخدع وتقولك يا مستر ننزل بالزمن درجة. حبيبي ده مش reporter speech. يعني ده مش كلام مباشر وغير مباشر. والكلام الخبري والحاجات دي. ليه عشان ما فيش كلمة asked ولا said ولا أي فعل من الأفعال دي. اللي هي reporting verbs. أفعال الربط مش موجودة. في الإنجلش لو عندي سؤال. داخل على سؤال. أو داخل على جملة. فبيتحول السؤال ده لشكل جملة. ما انفعش أروس سؤالين ورا بعض. كده رازقين في بعض وخلاص. بل لو عندي سؤال داخل على جملة. أو داخل على سؤال زي ما احنا شايفين دلوقتي. يتحول السؤال ده إيه لجملة. لأن أنا مش بديك سؤالين نازقين في بعض. مش منفصلين. مش بقولك could you tell me. ممكن تقولي. واسك. why did you travel last month. ليه سفرت الشهر اللي فات. دولا مش سؤالين منفصلين. أنا عزبك. ممكن تقولي إيه اللي حصل. ممكن تقولي ليه أنت سفرت. يبقى السؤال الداخل ده. هيتحول لجملة. وعشان كده هو ما حولش كلمة last month. معلاش مثلا إيه. the month before. ما عملهاش كده. يسعبها زي ما هي. عشان ده منش كلام خبري والكلام. مبدأين ده هتبقى جملة. يبقى أي شكل بتاع سؤال هيتطير. رجاب بتاعتنا C أو D. زي ما الجملة ماضي. هتنزل زي ما هي ماضي. مش هغير الزمن. ليه؟ عشان زي ما بقولك. زي ما الجملة هنا ماضي. تبقى. wanted to know space. I was ready for the exam or not. وانت جاهز ولا لأ. السؤال لما تكون إجابته بyes or no. باربط بكلمة if أو wither. اللي هي معناها سواء. هل. خلي بالكوا لو or not كانت موجودة قدام كنا خدنا wither. يعني فيها اسمها wither or not. لو جاية قدام كده. لكن لو جاية وراء بالمنظر ده كانت تنفع if. أو wither. اللي اتنين كانوا بصح في الحالة دي. لو or not جاية في الأخر. تامر wonders. أو كده مضارع. space home because he needs. أي مكمل مضارع. بأي حاجة تحولت هنطيارها. زي would. اللي كان أصلاها will. had. حولت ههي. ده ماضي. وهنا تعتبر جملة. ده يعتبر indirect question. يعني هنا wonders. ده يعتبر مضارع. فهنحول من direct ال indirect. عن كلام مباشر لغير مباشر. فمنحول السؤال لجملة. ومش بنغير الزمن. فتبع I will return. مش will I return. فكده سؤال. أنا عايزين شكل جملة. Next one. my mother asked why space that loud noise. ذات اللي كان أصلاها ذس. يبقى مضارع ونزلت ماضي. asked. ماضي. وده سؤال هيتحول لجملة. يبقى أي شكل سؤال هنطيار. أي شكل سؤال هنطيار. والمفروض تتحول. يبقى I was making. كان أصلا الجملة أي. why are you making this loud noise. ده شكل السؤال. I asked my mother if food is space yet. asked. زمن الجملة ماضي. أي حاجة مضارع هنطيار. food. الطعام هو اللي بيحضر. واللي هو اللي تحضر. اللي تحضر يبقى نعملها مبدل مجهول. مجهول اللي هو بتكون من verbi to be. والتصريف الثالث زي ما احنا شايفين. كلام بسيط. يلا يا بطل. وش على اللي بعد. my friend wanted to know. wanted to know. زمن الجملة ماضي. يلا إبدأ نحول في أي حاجة مضارع هنطيار. how long is space for the car factory. هنحول السؤال لجملة. يبقى أي سؤال هنطياره. فالإجابة الصحة تبقى دي. هدى inquire. زمن الجملة ماضي. هنا or not. فاكرين. or not قدام. تبقى wither or not. إنما لو or not جاء في الآخر. كانت تنفع if or wither. please tell me. where is space meet tomorrow? tomorrow أهي مستقبل. دي مستقبل. وخلي بالك يا ما تحولتش ليه. عشان ده مش report to the speech. يعني ما فيش كيمة said. ولا asked. ولا الشلة دي كلها. أول حاجة هنعملها. أي حاجة. محول فيها الزمن هنطياره. مت ما تنفعش. ده ماضي. we were. ده ماضي. we are going. دي جملة. واتدل على المستقبل. are we going. ده شكل سؤال. وإحنا عايزين شكل جملة. ده حتى في الآخر حاضط نقطة. shop assistant asked. ما كده زمان الجملة. ماضي. asked. why are space to change that toy. ذات اللي كان أصلها إيه. تعالي نرجع السؤال ده زي ما كان. why do you want. ليه أنت عاوز to change. ليه عاوز تغير. this toy. دو كلا مضارع. يبعد ديها تنزل إيه. ماضي. why I wanted. الماضي ما يكلمت want. يبقى أي حاجة مضارع هنطيار. ده مضارع تام ما ينفعش. was wanted عملها مادة لمجهول. verb between والتصريف الثالث. want بس دي مضارع. sameer space me. why I had chosen that t-shirt. ما ينفعش أقول order to me. عشان ده مش أمر. ask me. ده سؤال. ask me. why I had chosen that t-shirt. يعني كان قصت بجملة A. why did you choose that t-shirt. why did you choose this t-shirt. مش said me. inquire معناه يتسائب. خلي بالك إن كلمة inquire ما يجيش بعدها مفعول. مش حيسمها inquire the mean. حنا نشوف اللي بعدها. I recommended that she is pays to a lawyer to prove she isn't guilty. وخلي بالك إن في حاجة في الإنجليز اسمها subjunctive mood. ودي عبارة عن structure. لو عندي مثلا كيمة suggest. في تركيبة. لو عندي suggest. اللي هي معناها يقترح. أو recommend. بتيجي بمعنى يوصي أو يرشح. أو advise. اللي هي بتيجي بمعنى ينصح. أو urge. بتيجي بمعنى يحس شخص إنه يعمل حاجة. أو الأوامر. order. ask. اللي هي معناها يطلب من حده إنه يعمل حاجة. demand. اللي هي معناها يطالب. command. اللي هي بتيجي بمعنى يأمر. كلمات دي كلها عمات اللي هو هجيب بعدها جملة. فبحط فاعل. وبجيب بعدها مصدر. يعني هنا I recommend that وهيجيب جملة. فهيحط الفاعل اللي هي she. ويحط بعدها مصدر. I recommend that she speak. I advise that she take. حط مصدر. في البرتش انجلش بيحطوا كلمة should. عشان تبقى سهلة شوية. فممكن لك I recommend that she should speak. I advise that you should study. تحط معاها شو دي. The policeman is pays the rash driver not to drive. هنا فيه tool مصدر. كم تميك؟ مفروض ما يجيش معاها to. make somebody. وتحط بعدها. infinitive مصدر. wonder معناها يتسائل. وده مش سؤال. instructed معناها يوجه يد تعليمات. تتاخد عادي طول مصدر. said ما يجيش بعدها مفعول زي ما قلتلك. مش حاسمها said the rash driver. لو فيه told كانت تنفع. ordered كانت تشتغل. let's spend the weekend in our village. تعال نقضي آخر أسبوع وعطلة الأسبوع في القرية بتاعتنا. ده اقتراح لأن كيمة let's بستخدمها في الاقتراحات وحط بعدها ايه؟ مصدر. infinitive. يبقى ده معناه أن I a I suggest. يقترح. مش قاله ويسمح. ولا dislike يقرأ. ولا discourage. يصبت من عزيمة حد يعني. خليه ما يعملش كزا. you look sick. ده أنت شكلك تعبان. why space consult a doctor. ليه؟ ما تستشرش دكتور. I will surely act upon your suggestion. يبقى أنا هشتغل على الاقتراح بتاعك. أنا هقبل الاقتراح بتاعك. وهعمل كده. ايه اللي ممكن استخدمه في الاقتراحات؟ why don't you؟ تا ليه ما تعملش كزا. why didn't you؟ بقى أنا بسألك عن حاجة حصلت في الماضي. وهنا مش حاجة في الماضي. أنا بقترح عليك حاجة لسه هتعملها في المستقبل. why haven't you consulted؟ انت ليه ما استشرتش؟ فكده ماضي برضو. بقى كده مش اقتراح. كده حاجة حصلت وخلصت. زي معنا الجملة طبعا مضارع تام. بس هي مستخدمة عشان تدي معنى ان الاكشن ده حصل وخلص. انت ليه ما استشرتش دكتور؟ وهنا suggestion اقتراح. you didn't وكده شكلها برضو ماضي وشكلها جملة. وإحنا عايزين سؤال. عشان عندنا question mark. علامة استفهام. my friend recommends. بعد recommend. لو أنا هجيب جملة بحط فاعل ومصدر. أو أجيب ing على طول. I recommend. my friend recommends. reading all of our twists. as it is interesting. ممتعة. فهنحط بعدها ing. وهنطيع choice d. عشان المعنى. don't park here. it is forbidden. ممنوع انك تركن هنا. كمية forbidden معناها ممنوع. يعني you mustn't park here. يعني the policeman said we mustn't park there. here. حولها. خلاها there. القريب بيخلي بعيد. my friend suggests. بعد suggest. بجيب ing. ولو أحط ذات. أحط فاعل ومصدر. my friend suggests. space for the next bus. because it is too late. أتأخر قوي. بخلاص من استناش. suggests. not waiting. داليا ساد. did you do your homework alone? السؤال ده أجابته بyes or no. فلما كنا نيجي نحوله. هنحط كلمة if or whether. اللي هي معناها هل. بقى داليا asked me. إنه عايز يحول. من direct ال indirect. فهنحط if or whether. فنبدأ هنا نطير choice b. هنا زمن الجملة ايه؟ ماضي. الماضي البسيط. أو الماضي. بجيب الأقدم. بيكون ماضي ايه؟ ماضي تان. اللي هو بيكون من هاد. والتصريف التاني. هاد. والتصريف التاني. هل هي choice c. Next one. The manager declared that he was going to punish careless workers. المدير صرح إن هو هيعاقب العمال اللي هم مهملين. He was going. أصل الجملة ايه؟ بدل هي هو اللي بتكلم فأقول اي. was the mاضي. رجعها مضارع مع اي تبقى am. I am going to punish. عان رجعها direct. زي ما كانت. ايه؟ Direct ايه. يبقى مش I have. ولا I must. ولا I will. I am going to punish. ايه. Next one. Read this paragraph and choose the correct answer. دعان نقرى الparagraph لاختار رجابة المزبوطة. The primary purpose of mass media is to reach out to the general public and inform them. يبقى الpurpose الهرض الأساسي من الماس ميديا وسائل الإعلام هو أن هي يوصل الأخبار دي للجنرال public للعامة للناس. يبلغ الناس يعني بالأخبار وكده. Moreover بالإضافة لذلك it analyzes and observes our surroundings in order to deliver information in the form of news. بالإضافة لذلك يعني بتحلل analyzes. فتحلل يعني وبتلاحظ الحاجات التي تحصل حوالينا الأشياء المحيطة بينا علشان توصل المعلومات في شكل أخبار. ختيجة أن ذلك the general public العامة أو الناس is continually informed about not only their immediate surroundings but also the rest of the world. يعرفوا بقى مش بس الحاجات التي بتحصل حواليهم ولكن الحاجات التي بتحصل في العالم كله. This is how the media disseminates, بتنشر, and perceives information. ممكن نعرف كيفية disseminate من الصياق اللي موجود. Whether forecasts, for example, تنبؤات بتاعت الطقس. توقعات الطقس enable individuals and farmers to plan ahead. إنهم ما يخططوا الدنيا بتاعتهم. Fishermen والصيادين likewise بالمثل. Receive information on tidal activity. على النشاط بتاع المد والجزر. منين؟ من الأخبار. First and more, بالإضافة لذلك, the media works to preserve the fabric of our social heritage. بتحافظ على الطراز بتاعنا. By showing our rituals, التقاليد, الشعائر, mythology, civilization, الحضارة. تفتكروا إيه المين idea of this paragraph. هل بتكلم من شكل نيرجارف؟ لا. Disadventures معناها عيوب. وهو مش بتكلم عن عيوب الماس ميديا. بالعكس بتكلم عن مميزاتها. Merits and demerits. Demerits معناها عيوب. Merits معناها مميزات. بس هو مش بتكلم عن مميزات والعيوب. بتكلم عن مميزات بس. The role. الدور بتاع الماس ميديا. How to avoid. إزاي نتجنب إن إحنا نتأثر بالماس ميديا؟ طبعاً لا. Next one. According to the paragraph. طبقاً الparagraph اللي إحنا قرناه. The news provides information on a space to fishermen. الصيادين بيستفيدوا ازاي؟ مين فاكر؟ عن التايد الاجتفتي. الأنشطة بتاعة المد والجزر. أي تايدز. According to the paragraph. The mass media is beneficial. مفيدة المين. هال النافجيشن بس. الملاحة فقط. Specific professions. مهن محددة. Farmers بس. ولا ناس مختلفة. Fishermen. وناس ثانين. والفارمERS. Furthermore. بلوضافة لزال. It analyzes بتحلل. بتلاحظ our surroundings. In order to deliver information in the form of news. عشان توصلها للمعلومات. بشكل أخبار. بكلمة furthermore اللي هي بتدي إضافة. إضافة فينة الإختيارات اللي هي addition. Contrast. تضاد. Cause. يعني سبب. Contrast. نفس الكملة. نفس المعنى. Next one. The underlying word disseminates. اللي احنا قلنا معناها ينشر. اللي هي spreads. اهي. ممكن برضو زي ما قلتلك تعرفها من سياق الكلام. Which of the following is punctuated correctly. عايزين باكوري punctuation. فأول واحدة نطييرها choice D. You don't know. نفروض don't هنا. فيه اختصار. فنفروض تحط هنا apostrophe. فالإجابة بتاعتنا ABC. تعال ندور. You don't know. You're twenty year old neighbor well. Do you? That question tag. أو that question. يعني سؤال مزيد. فنفروض تحط قبليه كاما. فهنطيير C. إيه الفرق بين A و B لفكرة ال-hyphens. choice B الإجابة. لأن choice A نقص hyphen. hyphen اللي هي الشرطة الصغيرة. ودي اللي بستخدمها. أحطها بين كلمتين أو أكتر. لو عايز أقول إن الكلمات دي تشتغل ك-adjective أو مع بعض. كصفة يعني. فهنة 20 year old neighbor. 20 year old على بعض صفة. فبحط hyphens. اللي هي الشرطة الصغيرة. choice A نقص ال-hyphen. اللي هي الشرطة الصغيرة. زي مثلا كلمة well-known people. فإحنا عايزين نستعم كلمة well-known على بعض. كصفة. بنحط hyphen في المص. اللي هي الشرطة الصغيرة. Which of the following isn't punctuated correctly? هي الحاجة اللي مش مزبوطة. شريف bought three things. What are they? هي الثلاثة حاجات اللي اشتروها. نحط Colin وندي أمثلة. واحد كماة اثنين تلاتة. You aren't allowed to use your camera here. said the policeman. جملة كملة. أفل. علامات التنصيص. حط الكماة أهي. وبع كده said the policeman. دي مزبوطة. The teacher said. آه نقص الكماة. جملة مش كملة. يحط الكماة وبع كده يجيب جملة كملة. بينهي الكلام في الآخر. Don't waste your time. دي مفاش أي مشاكل. نبص هنا حط. حطت كما said my father. هاي في الفكرة. Which of the following are used to show contrast? تضاد. بقية الحاجات اللي بتدي تضاد. Although معناه بالرغم من. تضاد. Even though. تضاد. معناه بالرغم من برض. However معناه ومع ذلك. هو ده تضاد. In short يعني باختصار. يدي conclusion خاتمة. In summary برضو هو بيلخص. To conclude هو بيعمل خاتمة. Also إضافة. Besides إضافة. Because يعني بسبب. Consequently معناه نتيجة لذلك. For this reason. The cause and the effect. تأثير والنتيجة. أو السبب والنتيجة. Teamwork is the essence of success when doing major tasks. Teamwork. العمل الجماعي. العمل كفريق. فالعمل الجماعي ده هو الجوهر. ده أساس النجاح. بدا بيتكلم عن أي. Selfie denial يعني إنكار الزيت. Thinking of others. التفكير في الآخرين. Cooperation يعني تعاون. هو ده. عشان بتكلم على Teamwork. العمل الجماعي. Employment يعني التوظيف. ما تنفعش. Translation. تعال نشوف. لا يكفي أن نفخر دائما بالإنجازات العظيمة التي حققها أسلافنا في الماضي. يا سلام. يجب أن نعمل بجد لتحقيق أهدفنا والنجاح في الحياة مع المساهمة أيضا يتقدم المجتمع. يا سلام على الكلام. It is not enough to always be proud of the great civilization. Proud. اللي هو معناها فخور. بس هنا بتكلم عن الإنجازات العظيمة. مش الحضارة. Civilization معناها الحضارة. حضارة. فهنطير choice A. وهنا progress. يعني التقدم. هنطيره. ما لجابة الصحة بتاعتنا C أو D. عشان كيمل achievements. إنجازات. ونكمل سنة بقى ونشوف إيه الفرق. The great achievements of our parents. الأباء. ولا الأجداد. الأجداد. الأسلاف. أسلافنا. في الماضي. The ancestors. Not parents. Next one. You should never criticize others. Criticize يعني أنتقد. مفروض ما تنتقدش الناس without being objective. بدون ما تكون موضوعي. ما تعدش كلا تقول أي كلام وخلاص تنتقد على الفاضي. You should be positive. لازم تكون إيجابي. And take effective steps. تاخد خطوات فعالة تجاه أنك أنت تعمل a giving back to the community. ترد الجميل يعني. The community للمجتمع. Or at least appreciate. أو حتى على قال أن أنت تقدر what others are doing. اللي بيعملوه الآخرين. يجب ألا تنتقد الآخرين أبدا دون أن تكون إيجابية. مفروض تبقى موضوعيا. فكده تبقى إرجابات الباية. يجب ألا تنتقد الآخرين أبدا دون أن تكون موضوعيا. ماشي. يجب أن تكون إيجابيا وتتخذ خطوات فعالة تجاه خدمة. مش خدمة المجتمع. رد الجميل للمجتمع. يجب ألا تسيق ومتكلمش على الإساءة. يعني إيجابة الصحي سيق. كلام جميل كده هو. كلام بسيط. Great expectations زي ما قلتلك. أنت مفروض بس تبقى أنت عارف الأحداث عشان تعرف تتعامل. وما تقلعش أن ألخصت لك كل great expectations زي كده. والخداشتة كانت اللي فيها والقصة كلها. في فيديو إن شاء الله هيساعدك وخليك تجيب الإنجليز في شوية. راجع بس الفيديو دو وحاول تتعامل مع الأسئلة. الأسئلة دي critical thinking questions يعني أسئلة تفكير نقضي. فعادي ممكن تعبر بطريقتك ما فيش أي مشاكل. ويا بعد كده من ديني أساي. هنكتب بقى حاجة عن your dream job. الوظيفة اللي أنت بتحلم بيها. أتمنى أن تكونوا استفدتوا من الفيديو والمراجعات اللي احنا عملناها على اليونتس من 1 لحد 12. استنوا لي برضو فيديوز تانية كتير. علشان نراجع مع بعض. نهاردة إن شاء الله هنراجع ونحل لحاجات كتير جديدة. شافكوا على خير دايما نشاهد. شكرا للمشاهدة.